السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخكم جوي بوي اليوم قررت أسوي فيديو على النظام الجديد في سنة 2022 بالنسبة لي PMPL سيزن الثالث يعني أول PMPL من سنة 2022 كما نعرف دائما الطب 12 من كل سيزن تجيهم دعوة مباشرة للسيزن اللي وراء يعني بالنسبة لهذه السنة من كريبتيكس إلى لوسيل إي سبورت هذول 12 تيم عندهم دعوة مباشرة للPMPL الجديدة أتبقى تمان مقاعد المفروض والنظام القديم هو أنه هذا المقاعد كانت تعطى لتيمة PMPL أو PMPL لكن هذه السنة تغير كل شيء يعني في نظام جديد في أسلوب جديد النظام الجديد وهو راح تكون بطولة اسمها تصفية PMPL أو PMPL Qualifiers هذه البطولة بين 16 تيم و راح تأهل منهم 8 تيمات يكملون 20 تيم تبعى PMPL 16 تيم والغريب يعني والذي أتى السياء الكثير هو أنه هذه 16 تيم كلهم دعوات يعني ما في أي تصفيات ما في أي بطولة يعني راح تجيء دعوات نبدأ بالدعوات المفروض أن تصل والتيمات التي وصلت إليها أصلا يعني بناء على مكتوب في المسابقة أول شيء عندنا التيمات من الطب 13 إلى الطب 20 يعني عندنا فالكون عبية مثل ريبل فيبس و RT9 و عندنا التيمات راعد و سايتس و ريفولوشن و RTG هذول 8 تيمات 8 تيمات يبقى يبقى 8 مقاعد أخرى ليس لتصفيات PMPL هذه المقاعد راح تُعطى للتيمات التالية يعني عندنا PMCO السعودية بما أن التويس عندهم دعوات PMPL في مستحيل يلعبون تصفيات يعني التعوات أعطيت لتيم الكامي كاز الكاز والتي الآن اسمهم أوشتا كوريرس عندنا من غير الإمارات الطب 1 هم الريفولوشن عندهم دعوات تصفيات بما أنهم كانوا طب 19 يعني بالPMPL فعندهم دعوات تصفيات يعني مقاعد يروح للطب 2 من PMCO إمارات و هم الريف عندنا PMCO العراق نفس الشي عندنا تيم كورد سكواد عندهم مباشرة عندهم مباشرة للPMPL يعني الدعوات راح تروح لتيم فور كوردسان و عندنا PMCO المصر تريبل فيبس حتى وما عندهم دعوات وال963 عندهم دعوة فالدعوة راح تروح لتيم الروكس ماشينز إذا ترون يعني دعوة لكل تيم واحد من كل PMCO بناء على السنة الماضية يعني على فول سبلت 2021 الدعوات المتبقية مفروضة لنا لسه في PMCO مينو RTG هم الكريبتيكس عندهم دعوة مباشرة PMPL الرنقوي هم اليوسائي الدعوة مباشرة يعني الدعوة راح تروح للهيت يضل عندنا PMNC PMNC عندنا الدعوة راح تروح للقلاش اللي هم و PMNC العراق الدعوة راح تروح للكونكر بما أنه كورتناش عندهم انفايت PMPL PMNC السعودية فالكون عندهم انفايت على الكوليفيرز و HQ اللي هم عبية عندهم انفايت على الكوليفيرز يعني المفروض انه الدعوات تروح للتيم الثالث نوكاوتس اسبورس هيك المفروض الدعوات يكون توزيعها وبأعتقد انه للحين التيمات اللي اعلنوا توصلهم بدعوة ممكن نقول انه 80% من هاي التيمات اللي ذكرت كلها اكدت توصلها بدعوة كان في خطأ واللي تم تصحيحه اليوم انه تيمات طب 10 و طب 11 و طب 12 وصلتهم انفايت تصفيات و بس هاي كان غلط يعني صححوها و اعطوهم انفايت مباشرة للPMPL و ارسادت الدعوات للتيمات التانية اللي المفروض توصلها اه بأعتقد هون يعني كملنا 16 تيم هذون 16 تيم نحن يلعب بينهم في يوم 28 29 و 30 من هذا الشهر خمس قيمات في اليوم مجموعة 15 قيم و طب 8 سيتأهلون من هذون 16 تيم طب 8 سيتأهلون السؤال اللي يطرح هو PMCO هل تم إلغاء بطورة PMCO ممكن اقول انه الجواب 99.99% نعم تم إلغاء بطورة PMCO لكن على الاقل للنص الاول من السنة يعني سيتأهلون الدورة الربيعية ما رح يكون في PMCO ما رح يكون في ما رح يكون في ما رح يكون في فرصة للتيمات الجديدة انه تلعب PMPL ما رح نتكلم عليها اولا هو اول تنبيه انه هالبطورة من غير برايز بول يعني التيمات ستلعب وما يهم انه تطلع طب 1 وطب 8 وطب 16 يعني كلكم ستطلعون ب 0$ ولكن تأهل PMPL قبل ما نحكي عن كل هذا دعونا نرى ميزانية بطولة تارتو يعني عندنا PMC 50,000$ لكل PMC ويعتقد يكون 44,000$ إذا حسبت ثلاثة PMC في السنة 150,000$ و 5 يعني PMC العراق مصر الإمارات السعودية والميناء على موسم يعني موسم الدورة الربيعية والدورة الصيفية راح تلاقي مجموع هو 500,000$ يعني نصف مليون دولار في الميناء بالإضافة يعني على المصاريف التنظيم مصاريف يعني ميزانية كبيرة تصرف هذه الميزانية ما ضلت يعني خلاص حدفتها الشركة يعني نقصت من نقصت من الميزانيات بطولة مثل PMC المفروض أنه بعد هذا يعني بعد حدف PMC ترتفع القيمة تبع PMPL شخصيا أعتقد 500,000$ قسمة 250,000$ وأخذ باعتبار أن PMPL 150,000$ يعني تحكي أن PMPL 400,000$ لكن يمكن أن يكون أقل 300,000$ حتى 200,000$ يمكن أن تغيير 150,000$ و هذه قيمة من PMPL يستخدم بطولة جديدة مثل Start ميلا هذا باعتبار أن PMPL لم يكن في PMPL في الدورة الصيفية كان في PMPL PMPL يعني النسبة التي تقتصد من الأموال مكبيرة يعني ممكن تكون 150,000$ تقريباً ما رح تغيير كثير على النظام الجديد ما نرى هو أن هذا النظام الجديد هو تقريباً ما تم تطبيقه في الصين قبل سنتين و تم تطبيقه في اليابان السنة الماضية لم يكن بطولات تؤهل بطولة دعوات 20 منظمة كل سنة و إذا منظمة جديدة تدخل في الإسبورت يعني تشري منظمة ثانية وتستمر في الإسبورت البحث أن تنسنت هدفها من هنا يعني لم يكن تظل في تيمات جديدة و حتى تيمات من منظمات هدفهم أن تظل بطولة كلها من منظمات كبيرة الشيء الثاني يعني من سلبيات المنظمة يعني أغلب التيمات التي تتأهل من التصفيات المفتوحة التي كانت في المنظمة هم تيمات هكارات تحالف يعني غشاشين بصفة عامة غشاشين يعني إذا أنت تيم جديد ونظيف ونحن تلعب بطولة بمسي ستعاني كثيرا كثيرا يعني كيف حكينا النظام الجديد عنده إيجابيات وعنده سلبيات إيجابيات تبعه وإيجابيات إيجابيات للتيمات الحالية يعني نكون صراحين إيجابيات لتيمات رح يصير عنده برايس بول أكبر رح يصير يعني الأجور رح ترتفع قيمة رح ترتفع بالمقابل تيمات الجديدة يعني رح تنظلم كثيرا ونتسنى يعني الإعلان الرسمي ما مور رسمي هالحين هو خلاص نزل الرول بوك نزل كل شيء بس نتسنى يعني تفاصيل أكثر حول النظام الجديد حول بطولة تيمات يعني الناشئة بالنسبة بطولة تيمات الناشئة في ستريم بم جي سي يعني رح يكون ستريم بطولة بم جي سي رح يتكلم في يعني جيمز اللي هو المدير يعني سيئو تبع 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 تنسنت رح يعطى كل تفاصيل يعني اللازمة بما فيها البرايس بول كذا نقطة تانوية كون أريد تحدث عنها وهو هاي كنت نزل ستوري على المراكز يعني أبطال بطولة المواهب يعني اللازمة وصلتهم في اللعبة لما تضغط على اللينك يعني أعطاني واحد من هالتيمات لتأهله لما تضغط على اللينك وتفوت تطلع لكها يعني موقع وبجي موبايل تسجيل معلومات في يعني أشياء يعني شوف مكتوب أنه مجموع جوائز هاي السنة 2020 10 مليون دولار 2021 15 مليون دولار يعني معقول أن الشركة سيارة تنقص يعني البطولات ما هاي أسئلة كبيرة يعني رح نعرف لحل الجواب يعني بعد في ستريم المجي سي وهذا يعني رابط سجيل المجي سي بس كيف حكيت يعني إذا ترى هون في الصورة باللوغو مكتوب يعني فصل الصيف الدورة الصيفية على نص ثاني من السنة وبالكتابة مكتوب ومكتوب أن الحد الأدنى للتسجيل يعني الحد الأقصى للتسجيل 21 يناير فهذا سؤال كبير يعني ممكن يكون فيه بم سيو بس ما يأهل بم بي يعني كثير أشياء ما نقدر يعني علامات السفهام كبيرة آخر نقطة أريد أتطرق إليها وهي نصيحتي للتيمات أنه يصير عندها يعني تيمات أكاديمي يعني تيم تاني يكونون فيه لواعب الجدد حتى يعني لو بدهم لاعب يعني صعدوهم الرسطر الأساسي يكون لاعب اللي عنده خبرة ويعرف تحديثة ويعني تحديثة ويعرفة طريقة لعب تيم الأساسي يعرف كل هذه التفاصيل ما رح يلاقي صعوبة كبيرة في الاندماج مع التيم الأساسي وفي نفس الوقت تكون تنافسية في أقصى يعني في الأقصى حدودها لواعب الرسطر الأساسي صير خاف يعني على مكانه أنه ممكن يتعوض بلاعب من الرسطر الثاني وفي نفس الوقت الرسطر الثاني يعني الأكاديمي يتشجعوا يعني أنه إذا قدم إذا بدأ رح ياخذ مكان أساسي يعني بالرسطر الأول فهذا النظام يعني مشغل فيه دول تانية التي متقدم فيها الإسفورس وفي الرياضات الإسفورس بشكل عام يعني تلاقي أي منظمة يعني تلاقي تيمليكويد أكاديمي يعني حتى لو حتى يعني لو عنده مرسطر أول قوي جدا وكذا ضروري يكون عنده مرسطر أكاديمي عشان يحافظ على تنافسية وتوازن في التيم هذا ما كان بالنسبة للفيديو تابع اليوم إذا كان فيه أي تفاصيل ولا يعني أي أخبار رديدة راح نزلها ممكن يعني أصير يعني أنزل فيديوهات أخبار يعني كل مرة يكون فيه جديد وأشكركم على المتابعة